شكرا للمشاهدة 28 شخصا مصرعهم وصيب 2216 أخرون بشروح إصاب 88 منهم بليغة في 1670 حادثة سير سجلت داخل مناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 أكتوبر الجري وعزب لغر المدري العام للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه صائقين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم انتباه الرجلين وعدم ترك مسافة الأمان وتغيير الاتجاه بدون إشارة وعدم التحكم وتغيير الاتجاه غير مسموح به وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة كيف والسير في يسار الطريق والتجاوز المعيب وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر والسياق في حالة سكر والسير في الاتجاه الممنوع وبخصوص عملية المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان فقد تمكنت مصالح الأمن من تجهيل 43.773 مخلفة وإنجاز 8259 محضر احيلت على النياب العامة فاضلا عن استخلاص 35.514 غرم صلحية وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليها بلغ 7.700.150 درهم فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4.280 عربة وعدد الوثائق المسحوبة 8.259 وثيقة وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 357 مركبات ترجمة نانسي قنقر